دخل مارسيلو جروهي حارس مرمى فريق الاتحادي دائرة اهتمامات احد الاندية البرازيلية لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بحسب تقارير اعلامية ووفقا لما اورده الاعلامي الرياضي خورخي نيكولا على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فان جروهي يقترب من الانتقال لنادي ساو باولو البرازيلي واكد نيكولا ان هناك رغبة قوية من ساو باولو بالتعاقد مع حارس الاتحاد في الصيف القادم وكان جروهي صاحب الخمسة وثلاثون عاما قد انضم لصفوف فريق الاتحاد في يناير الفان وتسعة عشر قادما من جريميو البرازيلي ويرتبط جروهي بعقد مع نادي الاتحاد حتى الثلاثين من يونيو الفان وثلاثة وعشرون وارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف العميد خلال مركات الصيف الحالية ولكنه يستمر بشكل طبيع وشارك الحارس البرازيلي في ثلاثة وثمانون مباراة رسمية في مختلف المسابقات واستقبل خلالها ثمانية وسبعون هدفا بينما حافظ على نظافة شباكه ستة وعشرون مرة متابعنا الاتحاد لا تنسى دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو وتفعيل جرس الاشعارات ليصل كل جديد ترجمة نانسي قنقر